القضايا اللي شغلت الناس الحقيقة هو مقتل اللواء حسن بن جلال عبيدي مدير إدارة التصنيع الحربي بوزارة الدفاع اليمنية داخل شائته في منطقة فيصل بالجيزة مخنوقا ووجد به أيضا إصابات بلغة بالرأس والأنف الواقع دي شغلت المصريين وكشفت المباحث يعني الوزارة الداخلية والتحريات أخوه بلغ لأنه اختفى من يوم الجمعة وفي أيام قليلة قدرت الداخلية أو يعني في 24 ساعة اللي حياتي قدرت الداخلية أن تتوصل إلى المرتكب مرتكبي هذه الجريمة قال زميلنا محمود عبد الراضي الرئيس قسم الحوادث باليوم السابع محمود مساء الخير يعني سرعة في القبض على الجناة ماذا حدث وحكي لنا القصة يعني فعلا يا أستاذ الأميس أقل من 24 ساعة كان المتهمين مقبوض عليهم ومعهم المسروقات اللي سرعوها من الشقة باختصار شديد اللي حصل أن في اتنين من المتهمين تربطهم علاقة صداقة مع المجنة عليه الله يرحمه وكانوا بيترددوا على الشقة بتاعته في منطقة الجيزة الاتنين دول كانوا لما بيترددوا على الشقة شافوا أن معاه بعض الأموال ومعها عملات أجنبية مختلفة مع بعض المتعلقات الشخصية هم وسهرانين في احدى الجلسات مع مجموعة من أصدقائهم عرضوا عليهم الأمر الأربعة اتفقوا أنهم يسرقوا شقة هذا المسؤول وضعوا خطة مفادة هذه الخطة أن الاتنين أصدقائهم هيروح يسهروا معاه ويفضطوا له منوم في العصير بعد ما يروح في النوم يدخلوا باقي الفريق ويسرقوا الأموال ومتعلقات الشخصية ويخرجوا بيزدوء داب لكن للأسف الشديد ولاجل حظوهم السيد أن بعد وضع المنوم في العصير الراجل لم يفقد وعيه بالكامل وبدأ يشعر بيهم بدأ يقومهم هم يعني خافوا أن هذا الرجل بيعرفهم معرفة شخصية أنه يبلغ عنهم الأجهزة الأمنية بدأوا يتعدوا عليه بالضرب فددوا له بعض الصعنات ويخنقوا لحد ما تأكدوا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة استولوا على الأموال وعلى المتعلقات الشخصية وكان معها مفتاحة عربية عربية مأجرها بيتحرص بيها مبيين الحين والآخر خدوا العربية دي ودوها عند إحدى قريبات المتهم الأول الأجهزة الأمنية قدرت من خلال التحريات تعرف أن فيه اثنين بيترددوا عليه عرفت هويتهم تم الأبضى عليهم في أقل من 24 ساعة كانت المسكوات موجودة وكان المتهمين معترفين بكامل الجريمة أمام أجهزة الأمن إذن الهدف كان السرقة بالفعل يا أستاذ نميس الهدف الأساسي من الجريمة هو السرقة وهم سرقوا إيه يا محمود سرقوا مجموعة من الأموال عملات أجنبية مختلفة سرقوا بعض المتعلقات والأجهزة الشخصية الموجودة عنده في البيت وسرقوا سيارة هو مستقرها من أحد المعارض بيتحرص بيها في شوارع القاهرة يعني هل اللواء عبيدي كان بيتردد على القاهرة كتير لأن طبعا نحن عارفين أن فيه عدد كبير من الأشقاء اليمنيين إما موجودين هنا أو بيترددوا أو لهم عقارات أو شواء هنا هل دي شقة مستقرة شقة عايش فيها إيه علاقته بمصر هو الشقة دي يتواجد فيها مبينة الحين والآخر بيتردد عليه بعض أصدقائه من ضمنهم اثنين من المتهمين ويعني حتى سنهم سنه صغير نحن بنتكلم عن جميع المتهمين أعمرهم من 19 ل29 سنة فيه اثنين منهم بتربطوا بهم علاقة صداقة بيتمددوا عليه مبينة الحين والآخر والباقيين أصدقائهم من يعني ضواحي الجيزة استعالوا بيهم لتنفيذ الجريم يعني غريباً نكون لفعلاً عمرهم صغيرة صغيرة السن يعني يعني موضوع غريب لكن في النهاية طبعاً شكراً للدخلية وللمباحث أنهم بسرعة أدروا أنهم يتم القبض على هؤلاء الجناء حادث مؤسف يعني والحقيقة أنه يعني لا نحب أنه يحصل ده لأي حد مصري أو غير مصري حادث مؤسف فلكن شكراً للدخلية على سرعة التوصل للجناء شكراً زملنا محمود عبد الراضي رئيس قطاع الحوادث بيه اليوم السابع شكراً من قبل